السلام عليكم اللهم صلى على محمد وعالي محمد وعجل فرجهم لعنى دوام حياكم الله في فيديو جديد من قناة خواطر فكريا ان شاء الله بهذا الفيديو رح نستقبل او عفوا رح انقل كلام مهم جدا للشيخ عقيد الحمداني وهو يوجه الشباب وينصح الشباب بان يجب عليكم ان تتواعوا وبالتأكيد يجب ان تكونوا من الذين يحاربون الافكار الداخيلة بخصوص القضية المهدوية وسائر قضايا اهل البيت عليهم السلام الامور التي سيتكفل بها الشيخ عقيد الحمداني ردا اولا على شبهة السرداب والاستهزابي موضوع السرداب ثانيا موضوع طول العمر وايضا مسائل اخرى سيجيب عليه الشيخ عقيد الحمداني ببساطة جدا يفند الشبهات الداخيلة على القضية المهدوية نشكر حقيقة هذا الطرح عن مبساطة تقييم بالتأكيد شخصيات لكن اشكر الطرح اللي يكون قريب على الشاب قريب على نصيحة الشاب ليس مجرد محاضرة خمسين دقيقة وينتهي الموضوع فقط انه كلامه اتكلم به انما النزول الى الامور العقائدية التي يبتلى بها الشباب مهمة جدا فلذلك نشكر الشيخ عقيد الحمداني على مناقشة هذه الامور التي تخص القضية المهدوية تفاصيل اكثر بهذا الفيديو بالاخص اذا ما عندك ارضية قوية بالعقيدة وبالاطلاع لماذا يخاف عليك من الانجراف هذا احنا المفروض ننتبه له زين لكن يوم واحد يقول لي قال والله الشيخ نحن متأذين يضحكون علينا يقول له جماعة صاحب السرداب قلت له وانتش قلت له قلت ايه والله قلت له المشكلة بيك انت مو بيهم اولا ترى السرداب من نقول ان سرداب الغيبة في سامراء وتفاصيل اولا ماكو ترى شيء يعتقد ان الامام الى الان بالسرداب ابد من عوام الشيعة الى علمائية واحد وثاني شيء هذا مو شيء عيرك بيه ابده بالعكس السرداب ضرف لحفظ الامام في وقت عصيب مرة عليه ترى والسرداب ترى طبيعة عمرانية موجودة في بيوت العراقين ولا زالتها سبعة بيوت كربلاء والنجف سامراء بيها سراديب ترى مسألة طبيعية هذا جزء من تركيبة الواقع المناخ اللي يحيشون به انه يبنون هالشيء لكي يذهبون اليه صيفا لطلب البرودة مسألة طبيعية فاولا ترى هو ضرف للحفظ انت من تنكر لي على سرداب الشيعة وسرداب المهدي عليه السلام انت اذا ملصف انكر لي على بئر يوسف هما انا عير وحاشا نبي الله يوسف اقل له انت ابن البئر البئر ضرف لحفظ النبي يوسف من القتل بالفعل حفظه بعت الغار الذي القت به ام ابراهيم ولدها ابراهيم عندما اراد نمرود قتله وهو لم يزر رضيعا القت بالغار همن نعير ابراهيم وحاشان قل له انت ابن الغار هذا مو منطق علمي بس المشكلة وين مشكلة في عدم الاطلة سرداب ترى ضرف لحفظه عليه السلام في وقت معين عندما هجم بابي هو وامي من وما يرتبط ايضا باثمات غيبته كلك هو اكواعد مثلا يصير عمره فرد الف ومئة سنة يا اخي الستة هذا ولي الله ابصد شيء هذا ولي الله الاعظم حلم الانبياء حتى اهل السنة المعتدلين في مصادرهم يقول نقلون حديث النبي صلى الله عليه وآله يقول من كذب بالمهدي فقد كفر ومن كذب بالمسيح فقد كفر ليكذب بوجود المهدي عليه السلام ودولة كافروا لديهم ارجع انت الى ما ورد في اثبات الغيبات هذا ولي الله الله مد بعمره شنو هو عدو الله الله مد بعمره قال انظرني الى يوم يبعث مرج قال له الله عز وجل قال انك من المنظرين وين الى يوم الوقت معلوم فالذي يمد بعمر عدوه قادر على ان يمد بعمره ولي بعد غيبته عليه السلام جزء من نظام الغيبات مولانا اكو شيء ليش احنا نقول اقرأوا القرآن بتدبر بتدبر نظام الغيبات في القرآن يشير الى امكانية حدوث الغيبة للنبي وللولي ايضا كيف عندنا انبياء غابوا عن اممه موسى عليه السلام ووعدنا موسى ثلاثين ليلة فاتممناها تشير الى غيابه بعد النبي يونس عندما غاب عن قومه حتى الحوت وضطر ظرف لحفظه للنبي يونس ومن غير الغيبات الاخرى التي ذكرت في القرآن الكريم التي تثبت بامكان الغيب زين انت في مصادركم اهل السنة تقولون اكو انبياء وعباد صالحين الله طول عمرهم بآلاف السنوات ومنهم الياس تعتقدون به وتعتقدون بالنبي او بالعبد الصالح الخضر خضر حي الدار تؤمنون بانه موجود وسيكون وزيرا للمهدي عليه السلام في اخر الزمان فليطول عمر الخضر ويعطيه فرد قضيء الذي اعطى عين الحياة للخضر وشرب منها خو بعد المهدي عليه السلام او لا لان المهدي يحقق حلم الانبياء والتفاصيل فاني شريد يا شباب اطلعوا من اجل انت اذا طرعت شبه من القضايا لحظ انت تستطع حتى اليوم الادعياء شايف اهواي بمواقع التواصل وبالسوشيال ميديا وبالبياجات الممولة ادعياء المهدوية شايف واحد قل لك انا المنادي عم الجامك للمنادي انت وش تعرف احنا علم الغيب ترى ينحصر في المعصومين من الانبياء والاوصياء ومنهم الامة عليهم السلام انا والله توقعت ما لقي ما التوقعاتك قضية المهدي لا تحتمل التوقعات ولا تحتمل ان تنزل مصاديق ليس لها وجود خلي الانسان يصير عنده وعي خاف يا شباب تختبرون انا ذات مرة جالس بالعتبة الكاظمية زاد الله شرف الامامين الهمامين موسى والجواد ساعة تقريبا اطلع عشر بالليل عدد الزوار قليل اجاني شاب قال شيخنا انا عندي في السؤال قلت لها تفضل بس اذكر قال انا رسول المهدي اليك قلت لها ياك الله هل بيك على رسول المهدي شاقل لك هل بيك قلت للمطلوب من عندي شنو قال ان تؤمن بي بانني رسول عسا ما ادري هذا فعلا هو بعقله بغير عقله هساني والله قدام موسى بن جعفر قلت لعمي اؤمن بس انا عندي شرط بالايمان انت تقول انا رسول المهدي مو تقول انا رسول المهدي كان الموبايلات استوها نازلة قلت لها صدق انت عندك ارتباط بالمهدي عليه السلام وتقول انا رسوله تقدر تعرف رقم موبايل شنو قال الله هي سهلة قلت لها سوية قال لا اطلب شيء اصعب قلت لها عرف تاريخ ولادتي قال الله هي مقدورة بتسألي فبهت الذي كفار انت خافي جيك واحد قل لك ادلك على طريق المهدي قل لها عزيز دل لنفسك مهدي مو بعيد عني مهدي امام الامة مو بعيد على مهدي انت مو كل طريق انت الطبي الا تحسب عواقبة حتى فيما بعد امنيا انت تتعرض للمسائلة والملاحقة الامنية والقانونية مو بس الانحراف العقائد اللي يصير عندك فكون انا اش اريد تطلعون ما اريد واحد ما يقرأ عني الامام ما يسأل عني الامام خليكون يوم الجمعة شغلكم الشاغل به صلوات الله عليه اسأل واستفسر وابحث من اجل انه تكون اولا فكريا مستعد بعد وان تكون في صف المدافعين عنه صلوات الله وسلامه عليه يراد قضية المهدي انصار يدافعون يحملون فكرة وعية يحملون منهاجه ويدافعون عنه زين شيء اخر هم يرتبط بالامام اخواني ترى مسألته سلام الله عليه عدنا تقريبا ما يقرب من مئة الرقم لا تنسى مئة وثمانين آية في القرآن الكريم فسرت وأولت وكان المهدي عليه السلام مصداقا لها ورد في كتب الفريقين وانا احيل الاخوة الشباب دائما نطلبون مصادر الى كتاب للعلامة الحزكاني الشافعي هذا فيه عدد كبير من الآيات اللي فسرت بالامام سلام الله عليه وأولت به وكان الامام مصداقا لها اسمه شواهد التنزيل وارجعوا له وغيرها من الكتب وأيضا الزام الناصب للعلامة الحائري مئة وثمانين آية اليوم من تجي في القرآن تقرأ واي تجي التفاصيل تشير للامام أما تفسيرا أو أن يكون الامام مصداقا لها سلام الله عليه من حيث الروايات فقط المروي عن أئمتنا الاثني عشر عنه سلام الله عليه لأنه همنق الروايات عنه عن دوره وتفاصيله الأئمة رووا أكثر من ثلاثة آلاف وستمائة حديث عن قضيتي ابتداءا بولادته إثبات ولادت الشريفة مرورا بعمره مرورا بكراماته وصولا إلى غيبته الصغرى بعد المعالم التي تتعلق به قضايا التي ترتبط بظهوره الواقع الأمني الاقتصادي الاجتماعي السياسي في ظهوره فيما بعد معالم دولته الكريمة معالم هذا يكون إحنا ليل ونهار نسولف بها لأن على قلتها يتخفف علينا الوطأ مما نعانيه من سوء الخدمات وفساد الواقع السياسي الذي نحن نعيش به تفتح لنا بارقة أمل إن هناك أمل وسيأتي صاحب الأمل وإشارات ترى ملامح دولة الإمام عليه السلام الحجة في القرآن الكريم موجودة أكو إشارات ذكرتها كتب أهل السنة وكتب الشيعة عزهم الله موجودة عندما يريد أن يتكلم عن الواقع الأمني عن الواقع الاقتصادي عن الواقع الزراعي عن كل تفاق أكو إشارات حتى الأحاديث الشريفة رواية تتحدث عن الأمن العالمي في زمنه يقول بحيث أن المرأة تخرج من مكة إلى الشام مثال للنبي صلى الله عليه وآله تخرج من مكة إلى الشام ليلا لا يهيجها سبع ولا لص ولا عدو هذا يدل على مستوى أمن كامل في دولته عليه السلام حتى بالنسبة للتقدم العلمي والتكنولوجي تتصور الإمام المهدي سلام الله عليه نعم عنده مواريث الأنبياء أنا ما عنده مشكلة الإمام عنده سيف ذي الفقار عمامة النبي صلى الله عليه وآله كلها موجودة عنده بس هذا لا يعني أنه الإمام رح يطلع لك يركب لك حمار ويمشي بين الناس بالأخص إذا هو في زمن التقدم العلمي والتكنولوجي لازم يأتيهم الإمام عليه السلام بسلاح علمي وتكنولوجي يستطيع أن يقنع به العالم الغربي صح الإمام يقاتل بس العالم الغربي الإمام يجري معهم هدنة عسكرية لعشر سنوات يبدي الإمام يعمل على مستوى من الفكر والوعي بحيث أنه إذا نزل عيسى فيما بعد وهو ثابت حتى في الصحة إشارة إن عيسى في آخر الزمان يهبط والمهدي عليه السلام في معركة عظيمة هي هرمجدون بحثوا عنها هرمجدون معركة فاصلة عظمى يجريها الإمام في بيت المقدس فعندما ينتصر يأتي عيسى ينزل خلفه فيلتفت وإذا بروح الله قد نزل فيقول له الإمام المهدي أدباً في داه روحي تقدم يا روح الله صل بنا قال لا يا ابن رسول الله إنما أقيمة الصلاة لك وبك أنت صلبين فتصلي النبوة خلف الإمامة لاحظوا فالإمام يعمل تقدم حياكم الله من جديد مثل ما استمحت ومثل ما شاهدت وكرر الشكر للشيخ الفاضل العقيل الحمداني ونقول مسألة السرداب ومسألة طول العمر لما اليوم الشخص المخالف يأتيك أنت كشخص شيعي يريد أن يجعلك تتبنى عقيدة أنت لا تعلم عنها شيء فالكل مثل ما بين الشيخ العقيل الحمداني الكل من الشيع لا صغير ولا كبير لا عالم ولا جاهل الكل 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 الصغير الكبير لا يعتقد بأن الإمام المهدي روحي وأرواح المؤمنين لترام مقدمه الفداء ما يعتقدون بهذا الاحتقاد ما يعتقدون بأن عليه السلام مع جل الله تعالى له الفرج بأنه في السرداب السرداب وسيلة حماية والجميل بالموضوع الجميل بالموضوع النقض الشيعي دائما يكون مربك لطرف الآخر يعني اليوم أنت اليوم اللي يشكل على على الإمام المهدي هو يشكل أو يستهز أو يسخر بهذه فهذا يسخر على الأنبياء أو للأنبياء بصورة وإن كان بصورة غير مباشرة وهو شخص ما يعلم ولا يعرف يعني اليوم بئر النبي يوسف عليه السلام لاحظتم 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 هو هو الوهابي أو الطرف المخالف للشيع يريد أن يستهزم أن الإمام المهدي عجل الله تعالى له الفرج لأن استهزأ بمسألة السردام اللي هي وسيلة حماية فهو استهزأ ونزل استهزاء من دون أن يعلم بالنبي يوسف عليه السلام إذن أخواني أخواتي مثل ما بين الشيخ الفاضل عقل الحمدان أنه مناقشة هذه الأمور أو السؤال الجواب يعني التفكر بالتأكيد المطالعة بهذا الخصوص مهم جدا السماع للمحاضرات إن شاء الله التلخيص ما أقوم به من تلخيص المناقشات والمناظرات مهمة جدا في يعني اكتساب معلومات مهمة بخصوص القضية المهدوية طول العمر أيضا يناقش ويقول إذا كان عدو لله الله يطيل عمره فكيف ولي من أولياء الله لماذا لا يطيل عمره وحقيقة أشياء مهمة جدا ناقش الشيخ الحمدان الله يحفظ إذن أخواتي تقبل تهياتي شكرا لشيخ الحمدان شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله